صباح الخير يا أستاذة ما تذكرون من تاريخ اليوم؟ تفقط تاريخ اليوم ثمانية عشر كاملة ثمانية عشر أحسن إدريس ماذا يعني لكم هذا التاريخ؟ تفقط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله هل تسمحين لي من دخول إلى أستاذة؟ نعم ولكن قبل أن تدخلي هل يمكنك أن تكبريني؟ ماذا يعني لك تاريخ اليوم؟ تاريخ اليوم تفضلي إجلسي يوم يوم الشريط أحسن سابني إجلس يوم الشريط ماذا يعني؟ تفضلي في مثل هذا اليوم ترفق أجدادنا اللذين أستجهدوا على يد الاستعمار في أنصية الفاري أحسنتي إجلسي أجدادنا اللذين أجدادنا اللذين ماتوا وليات أول مربع وعقدوا وأعتبر الصورة أجدادنا الذين تفجعوا طورة المربع المديدة وأخذوا لنا استقلاف من الاستمار الفارس بالقوة وبالشجاعة وأصبح شاماً مستقلاً ودولة مستقلاً أحسنتي متابعة ولماذا يجب أن أتذكرهم؟ هل نقوم بالمش لذلك؟ أنت بهذه التصرفة تشعر فيها وتذهبها باءاً إذا ماذا يجب أن أفعل؟ يجب أن ندرك يجب أن نجدد يجب أن نقبل طريقهم لبداء الوطن نعم يجب أن نفذي الوطن بصلاحي وطلاحكة يصلح الوطن من يخبرني ماذا تبعت الجزائر كتضحيات لاستقلالها تبعت الجزائر سمن البارض أجهر استقلالها بالفعل تقديرها قوابنا من الشهداء الذين اقتقت دماؤه أرض الفلاد وحققت الجزائر ثورة العظيمة لفاتم من نوفبا ألف وتسع مئتي وأربع وغندوق أحسنتم يا أبنائي عليكم بأم الجزائر فليحي الوطن فليحي الوطن فليحي الوطن ترجمة نانسي قنقر